اشتركوا في القناة وامتحنتوا فيه ويعني ممكن تراجعوا بس لموجود من باب المعرفة وتحديث المعلومات عندكم منهجية حل المشكلات أو Problem Solving Techniques أو Methodologies حسب ما يسمى بالإنجليزية من المعروف أنه في حياة الإنسان يتعرض إلى المشاكل حتى في ناس بقولوا المشاكل وقود الحياة لأنها يعني بتحدث أحيانا نوع من التغيير ربما يكون الأفضل يعني تدفع باتجاه التغيير النمطية والروتين ورتابة الحياة ورتابة العمل بشكل عام المشكلات بشكل عام لا تتجاوز هذه الست مصطلحات اللي بتمر معانا بشكل دائم وربما في بعض المساقات تعرضتم إلى اللي كنا يعني في مادة نظم المعلومات الصحية لما كنا بنتحدث أيضا عن المشكلة تحدثنا عن 5Ws 5Ws الآن هتحدث عن 6Ws اللي هي يعني وين متى حدثت هاي المشكلة الـW الثاني وير أين حدثت هاي المشكلة وهو وهو لهو من من المتسبب في هذه المشكلة ومن هو المتضرر من هذه المشكلة وهاي كلها هي تبتعطي وصف يعني مين الشخص اللي يعني من المشكلة أو من تضرر الوقت اللي تعرضوا فيه وين وير ما هي المنطقة الجغرافية أو النطاق اللي ناس من الناس اللي تعرضوا لهذا المشكلة وتأثروا فيها فهاي بتعطي نوع من الوصف بينما الضبليوز الثلاثة التنين اللي هي واي وط وان هاو هاي كلها هي تتحليلية يعني لم ندخل على جذور المشكلة وتعرف على أصول هاي المشكلة بنروح على وط ماذا واي ليش صارت هاي مشكلة وهاو كيف صارت هاي المشكلة هاي الضبليوز الثلاثة هاي بتتعلق ب تفاصيل تحليلية عن طبيعة المشكلة اي مشكلة في حياة الانسان سواء عن مستوى الشخصي او عن مستوى المهني لا تتجاوز هذه الخارطة انجاز التعبير في الضبليوز الستة اللي احنا حكينا عنه بالعادي حل المشكلة يؤدي الى يعني التحسين والتحسين المستمر والصبر على المشكلة او تغاضي وجود هاي المشكلة ربما يودي بحياة انسان على المستوى الصحي ربما يودي بوجود ويؤثر على وجود مؤسسة بالكامل او مشروع ربما يكون لوجود مشكلة لان المشكلة لا تقتصر على جزء محدد بينما قد تتفرع الى عدة مشكلات وتهدد كيان هذه المؤسسة او الوضع الصحي للشخص اذا بنحكي على مستوى شخصي الان نحن نتحدث على مستوى مؤسساتي نتحدث على قطاع خاص او قطاع عام نتحدث على اي مؤسسة بغض النظر عن المؤسسات ايش طبيعة الخدمة ولكننا نقصد هنا في مساقنا المشكلات الصحية بينما في اجراءات حل المشكلات بشكل عام سواء كانت في القطاع الصحي ولا التجاري ولا الزراعي ولا التكنولوجي هناك عدة كريتيريون يعني مجموعة من المعايير والنقاط يجب يعني لا الا يتم تجاوخ الجزء منها او تجاوزها نحو حل المشكلات المشكلة بشكل عام هي انحراف عن مستوى الاداء المتوقع يعني شو بدنا اياه يتحقق ما تم تحقيقه لو بدنا رؤى عن مستوى الشخصي مريض اكتشفنا عنده ضغط تمام ارتفاع لضغط الدم هو اخذ علاج هاي المشكلة الموجودة تم وصف العلاج طبعا بعد اللي هو المتابعة والتشخيص والتعرف على المشكلة المسبباتها تم وصف اللي هو العلاج مثل ما بقوله العلاج هو خمسين في المية من العلاج هو التعرف على المشكلة ليش لانه سيؤدي الى اعطاء العلاج المناسب الذي يتلاءم مع طبيعة الحالة المرضية الان المشكلة هو عسابين المثال بعد مثلا البروتوكول علاجي معين ما نزلش الضغط وظل مرتفع اذا في عندي انا الاداء الاداء المتوقع لهذا العلاج في هذه الحالة لم يؤدي الى النتيجة المرغوبة اذا هناك في خلال بحاجة انه الرجوع الى المسببات التي ساعدت على استمرار المشكلة مشكلة في القلب يعني مثلا العسابين المثال بحكم ازمة قلبية او امراض قلب انه القلب لا يستطيع ان يؤدي ما عليه يعني هناك قصور في عضلة القلب عسابين المثال في ايصال الدم المؤكسد والمغذة الى كافة اعضاء الجسم سيؤدي الى اللي هو تلف ربما يؤدي الى الوفاة هاي مشكلة تمام بدنا نروع على مستوى المؤسسات عسابين المثال عدم الفهم الصحيح للتعامل مع بروتوكولات العمل عسابين المثال سواء التشخيصية او العلاجية في القطاع الصحي سيؤدي الى وجود مشكلة واستمرار هاي المشكلة عدم قناعة الناس بشكل عام زي ما بنسمع اليوم لدى كثير من لحد مبارح بنسمع انه يعني هو عبارة عن كورونا عبارة عن فيلم الناس يعني بيقوموا فيه من اجل السيطرة على البلد ومن اجل كذا وكذا بمسميات ليس لها يعني واقعية عدم الفهم والاقتناع لدى الناس بمدى خطورة هذا المرض سيؤدي الى عدم الانصياع والالتزام في الاجراءات المطلوب وهي تعتبر مشكلة فالمشكلة ايضا هي اشياء تسير بشكل خاطئ او تؤدي يعني او تفشل في سيرها بالطريق القويم والسليم طبعا هذا سيؤدي الى ايش رح يؤدي الى مشاكل يعني غير اعتيادية ربما تؤدي الى اللي هو عدم تحقيق الاهداف المرجوة ل المؤسسة وقد يؤدي الى انهيارها اذا لم يتم حل المشكلات وتجوزها بالعادة الادارة بشكل عام بشكل عام يعني ادارة متنوعة في اسمها الادارة المحافظة في الادارة التكاملية في التقييمية في الادارة التكييفية وهذه طبعا يعني التعريفات او هذه المفاهيم الها علاقة بموضوع حل المشكلات والتعامل مع المشكلات فصنفت مستويات الادارية لاربع مستويات في الادارة المحافظة وهذا نمط يعني بسموه نمط الصياني اللي بيحافظ على ديمومة الإدارة بسموه صيانة الإدارة وهذه طبعاً تعنى أو هذه العقلية الإدارية تعنى باستمرارية تحرك المؤسسة نحو تحقيق أهدافها ونحو الإنجاز نحو تحقيق ما هو مطلوب من مخرجات ونتائج برغم وجود اللي هو المشكلات أحياناً هاي المشكلات يعني ممكن تكون بسيطة ويتم تجاوزها وأحياناً بحاجة إلى اللي هو التدخل فالإدارة يعني بدها تنجز هاللي موجود واحد زائد واحد ساوي اتنين لا بدنا ننزل اتنين اللي ربع ولا بدنا نصير اتنين وعشر لذلك هي بتحقق يعني مستوى معين من الأهداف اللي موضوع عندها وتواجهها هذه المشكلات بتعالج المشكلة في وقتها وما بتعالج المشكلة من جذورها بأصول هاي اللي هي المشكلة من مميزات هاي وهذه النمطية الإدارية أنه بتتعامل محل المشكلات وبتأخذ قرار وفق المشكلة الموجودة لكن احنا ما بنقول يعني صيانة صيانة أنه أنا وجهتني مشكلة أنا بروح بحلها مباشرة مش شغلات يعني خلينا نقول مبادرة أنه ما نمنع أصلاً حدوث المشكلة هذا شيء إيجابي ولكنه ليس هو المأمول تتعامل مع اللي هو الوقت وإدارة الوقت وتوفير الموارد والإمكانيات من أجل حل المشكلات ويعني وصول إلى الهدف العام بالوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق النتائج المطلوبة هاي بيسموها الإدارة المحافظة في الإدارة التكاملية من اسمها التكاملية أنه إحنا ما في حدا ممكن يعني يحقق أهداف المؤسسة لا بالمستوى الإداري الإدارة العليا ولا الدنيا ولا متوسطة إلا غير بالمسألة التكاملية قائمة على القيادة والتحفيز والتواصل مع أعضاء الفريق مع المؤثرين في المؤسسة بالمستويات الإدارية الثلاثة مع المؤثرين على المؤسسة من خارج المؤسسة تعتمد أيضاً على بناء فريق العمل وتعزيز ما يسمى بالتيم سبيرت أو اللي هو روح الفريق وتعزيز العلاقات الداخلية فهي تؤمن بي اللي هي تكامل الجهود من أجل تحقيق الأهداف هذا بسموها أو هاي النمطية بسموها الإدارة التكاملية النمط الثالث في التعاون مع أشكوليات بسموها الإدارة التقييمية وهاي تقوم على العمل التصحيحي بناء الفيدباك يعني على التغذية الراجعة إحنا عمال إحنا بالإجراءات اللي قائمة على اللي هي أسليب جمع البيانات وتحليل هاي البيانات وأخذ ملاحظات من الناس وصندوق الشكاوي والإعلام تمام بتاخد فيدباك من اللي هو الزبون أو من اللي هم المنتفعين من الخدمة ابتبعتنا من الشخصيات المؤثرة على اللي هي طبيعة الخدمة اللي احنا بنقوم فيها عسابين مثال في الخطاع الصحي فبتاخد هاي الفيدباك منهم وبتقوم على اللي هو البناء على النتائج اللي موجودة وتعمل على التصحيح الخلل والإعوجاج اللي ممكن يكون موجود هاي بسموها الإدارة التقييمية وفي الإدارة الرابعة هي اللي هي التكيفية أو التكيفية عفوا وهي تقوم على اللي هو تحقيق التغير في عمل المؤسسة وقدرات العاملين بمستويات الإدارية المختلفة من الإدارة العليا حتى وصولها للإدارة الدنيا أو الإدارة التشغيلية على التكيف مع أي إجراءات تغييرية ربما تؤثر على المؤسسة من داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة أي مشكلة ممكن تكون بدنا نتكيف مع اللي هو نحاول نحل لكن بدنا نتكيف مع الواقع اللي موجود احنا على سبيل المثال الناس ربما يعني ما بتقدر تشتري الخدمة الصحية الشرية اليوم بسبب الوضع اللي موجود إذن إحنا بننزل إلى اللي هو وهي تعتبر مشكلة للقطاع الخاص لأنه رح يتكلف كثير إحنا بننزل لمستوى المعيشة للناس في تقديم الخدمة ممكن يكون على حساب كفاءة الخدمة على حساب طبيعة العلاجات اللي عماله بتنعطى على حساب الأعضاء خلينا نقول مقدمين الخدمات اللي موجودة ممكن يضطر إلى توفير اللي هو عدد من العاملين اللي موجودين حتى يتكيف مع الواقع اللي موجودة فهي تقوم على التكيف سواء من المؤثرات من داخل المؤسسة أو من خارج المؤسسة طب شو إحنا بدنا إياه؟ عشان نقول إحنا الصح الصح هو عبارة عن إدارة تقوم على توليفة كاملة يعني بدنا ما بين الإدارة المحافظة مع التقييمية مع التكيفية مع الإدارة التكاملية هاي بدنا خليط توليفة كاملة يتعاملوا في بيئة العمل كيف إحنا ممكن؟ وهاي بسموها اللي هي الإدارة الفعالة اللي هي ما بتنتهج منهجية معينة وبتكرس جهودها في تعاملها نحو منهجية معينة لا هو الأصل أنه يعني مع ما هو مستجد في داخل المؤسسة ومن خارج المؤسسة تمام أن يتم التعامل في منهجية متنوعة الأطر والفكر والآليات حتى يتم اللي هو النجاح في ريادة والسيادة وقيادة هذه المؤسسة وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة والنجاحة في حل المشكلات ربما اللي هي تعتبر بطبيعة كل مؤسسة تتعرض إلى مشكلة على اختيرها في طبيعة الخدمة بتبعها أساسيات حل المشكلات من أساسيات حل المشكلات هو وجود فريق عمل كفو ويمنح الصلاحيات اللي هو من قسين التفويض وقابل هيل حكينا التفويض أنه يعتمد على مقومين رئيسيين اللي هو المؤهلات اللي موجودة لدى الشخص المؤهل أو المفوض وكذلك طبيعة المهمة وكلما ازدادت خطورة المهمة كلما زاد التفويض ولا نجس لا هو نجس التفويض بيكون في عندي كفاءات أو مؤهلات متدنية مع طبيعة مهمة خطرة يقل فيها التفويض إلى أدنى مستوى ولكن لما بيكون في عندي المهمة يعني بسيطة تمام وليست حادة بالإضافة إلى أشخاص مؤهلين بمستويات وقدرات كتير كويسة بيزيد فيها مستوى التفويض كلما زادت خطورة المهمة كلما قل التفويض وصار الموضوع التعامل مع مركزي على اختلاف طبيعة هذه المشكلة الشغلة الثانية من أساسيات والأمور اللازمة من أجل حل المشكلات أن يوجد فريق عنده يعني معرفة وكفاءة وتدريب مسبق في الجودة وإدارة الجودة وكيفية حل المشكلات والتعامل كيفية اللي هو تطبيق معايير الجودة والتحسين والتحسين المستمر وتطبيق هذه الأدوات المتعلقة بينغوسين بأدوات الجودة أو أدوات وأليات حل المشكلات وتقنياتها ومفاهيمها ومعارفها كذلك أن يعني يفوض هذا الفريق بإمكانية الوصول إلى المعلومات وإلى البيانات وتحليلها وصولا إلى المعلومات من خلال طبعا توفير اللي هم أخصائيين إحصائيين وأخصائيين العملاقة بالحاسوب وإدارة قواعد البيانات والتعاون مع هاي الأمور أن تتوفر أيضا تقنيات أساسية ووسائل مساعدة ممكن يعني تساعد في عرض هذه الإمكانيات يعني أجهزة لابتوبات أجهزة كمبيوتر برامج تطبيقية للعرض النتائج اللي موجودة عندنا بتقاعات على سبيل المثال تمام من أجل اللي هو الاجتماع وعرض هذه المشكلات لو رحنا على صفحة تسعين بنلاقي في عنا دورة الجودة حكناها في اللقاء الثالث تقريبا في هذا المساق اللي هي دورة الجودة أو ما يسمى بالكواليتي سايكل اللي قلنا عنها هي لأحد رواد الجودة اللي هو جوران اللي كان بيحكي على تخطيط أو تصميم الجودة وصولا إلى ضبط مرورا عفوا بضبط الجودة وصولا إلى ما يسمى بتحسين الجودة والتحسين المستمر وقالت هاي بتمر بعدة خطوات من ضمنها اللي هو التخطيط والتخطيط هذا وضع آليات وضع اللي هي رؤى في كيفية متابعة الأداء والإنجاز والنتائج اللي هي المرجوة ووضع آليات وسبل في كيفية هذا التقييم أيضا يعني التعرف على المشكلات وتعريفها بمنهجيات علمية معروفة موضحة ويعني إلها مرجعيات ودلائل علمية سابقة للتعامل مع هاي المشكلة بناء على هاي اللي هو وضع الخطة والتعرف على المشكلات احنا بنصل إلى مرحلة وضع الأولويات شو المشكلة اللي أول اللي احنا بحاجة إلى التدخل وحلها بشكل اللي هو سريع ومتابعة حلول باقي المشكلات وبعد تحديد الأولويات مطلوب اللي هو تحديد فريق العمل زي ما كنا احنا ذكرنا في النقاط والمتطلبات الأساسية اللي هو تحديد فريق العمل للأشخاص المفوضين بحل وضع حلول لهاي المشكلة وحل هذه المشكلة طبعا بالرجوع إلى اللي هو الإدارة العليا ومن ثم بعد ذلك التوصل إلى وجود المشكلات بعد الأولويات بيقوم هذا الفريق بتحليل هذه المشكلات وتحديد الأسباب الجذرية حسب طبعا أنواع اللي هي طرق ونمطيات حل المشكلات المتنوعة على اختلاف أنواعها ممكن لسوط أناليسيز من خلال تحليل السوط أو ممكن يكون الفيشبون أناليسيز اللي هي عظمة السمكة حتى يصلوا إلى الأسباب الجذرية والمسببة إلى وجود المشكلة رح نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله بعد التحليل والتعرف على أسباب المشكلة وجذورها ومسبباتها بمستوياتها المختلفة يصلوا إلى وجود مجموعة من الحلول ما بنقول حل واحد ولكن عدة حلول واختيار والنصح واختيار اللي هو البديل الأفضل حسب إمكانيات وموارد المؤسسة وتوافق مع الإدارة العليا ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة أو درجة اللي هو تنفيذ الحل اللي تم وضعه من هذه الفرقة المتخصصة وبعد ذلك لا يترك الأمر إلا تقييم لهذه الإجراءات التي قام بها هذا الفريق ويعني البناء على النتيجة إن تم تحقيق طبعا اللي هو الهدف المنشود وتجاوز المشكلة هاي بتكون طبعا يعني تم تحقيق اللي بدنا إياه وهذا بيكون في إطار ما يسمى بتحسين الجودة والتحسين المستمر وتستمر الدائرة بهذا اللي هو بهذه المنهجية وهذه النقاط ضمن ما يسمى بدورة الجودة حسب طبعا طبيعة المشكلة اللي ممكن تكون متعددة ومتنوعة وعلى يعني طوله في عنا مؤسسة قائمة وفي عنا عمل قائم طوله في عنا يعني مشكلات موجودة وهذه بطبيعة الحال يعني لدى كل المؤسسات ولا يعني له دليل فشل ولكن يعني إنه هناك إدارة واعية وصحيحة وناضجة تمحث عن وجود اللي هو المشكلات بينما ولكن المطلوب والأذق والأصح والأفضل هو عدم الوصول إلى درجة معينة في المشكلة يعني بمعنى إنه استخدام الإطاءة النظام المبادر في التعرف على المشكلات وتحلها وتجاوزها قبل ما تتفشى اللي هي المشكلة وربما يكون أثرها السلبي داخل وخارج المؤسسة أكثر بكثير يعني لو إنه تم اكتشافها مبكرة الصفحة 91 في عنا يعني مخطط إحنا شرحنا بالتفصيل في اللقاءات السابقة وهنا كان بيحكي طبعا على اللي هو يعني رؤية جران في موضوع عامل الزمن ومستوى الأداء وتطبيق معايير الجودة وتحسين الجودة فكان واضح عنا في الجزء الأول واضح إنه إذا يعني طلعتوا صفحة 91 في عنا أحد الأعملة اللي هو مستوى الأداء كلما تدنى بيصل إلى درجة السوق وكلما ارتفع من نحكي على وضع جيد للأداء ومع اللي هو المؤشر التاني اللي هو عامل الزمن فهنا واضح عنا إنه كان في عنا مستوى محدد أو محدود خلينا أقول من الأداء يبدو أنه غالج عنه نوع من الرتابة والملل والروتين ولكن نظرا لخلل ما وهذا يدلل على عدم المتابعة والمراقبة من فريق الجودة نظرا لخلل ما ربما الخلل هذا يعني عدم وجود موظفين تلف أو عطل في الأدوات أو في الأجهزة أو الإمكانيات اللي موجودة أدى إلى انخفاض حاد في الأداء هذا يعني أثر كثيرا على المؤسسة ربما هذا الخلل يكون هو مقتل وجود المؤسسة لأنه احنا بنحكي على فيه حاجة اسمها الثريتس اللي هي التهديدات بنحكي على اللي هو مؤثرات خارجية اللي هو منافسة خارجية ربما يعني في حال غفوتك تكون هي سبب ضياع هذه المؤسسة طبعا بعد هيك صار تدخل في من اللي هو في أطر اللي هو إدارة الجودة فريق الجودة للتعرف على هاي المشكلات وبدأ اللي هو إجراءات الحلول لقينا أنه بدأت تستعيد المؤسسة عافيتها وصلت إلى المستوى السابق ولكن احنا بنقول الوصول إلى المستوى السابق يدلل على عدم اللي هو التعامل الصحيح والفهم الصحيح لإدارة الجودة اللي احنا بنقول كان وضعنا سيء وإحنا ما بدنا نظل على المستوى السيء اللي احنا فيه موجودين لا احنا بدنا نصل لمستوى أحسن بكثير من الوضع اللي احنا فيه يعني احنا بنرتقي فيه اللي هو الجهود اللي موجودة وصولا إلى التحسين الأكثر والأفضل فصار فيه تدخل ولكن إذا بقينا على هذا المستوى في أي وقت ربما يتراجع الآداء وربما تتأثر المؤسسة فبعد هيك صار فيه عنا نوع من اللي هو من خلال ضبط الجودة والتحسين الجودة والتحسين المستمر صار فيه ارتفاع وارتقاء اللي هو الخدمات اللي موجودة صار فيه عنا خدمة أفضل صار فيه عنا إنجاز أفضل صار فيه عنا تطبيق إلى معايير الجودة نجحت المؤسسة في الارتقاء ولقينا أنه المنحنى بعد ما كان متدني ومتذبذب وصولا إلى أدنى المستويات في الأداء السيئ بدأ يستعيد عفيته ورجع زي أول وما كتفينا هان بدأ فيه اللي هو ضبط الجودة يتحسن وفريق الجودة يحسن الأداء وصل إلى مستوى عالي من اللي هو الأداء وهذا يدلل على كفاءة المؤسسة ويؤدل على اللي هو وعيها وتطبيقها لمعايير الجودة بالشكل الصحيح والمطلوب طيب نماذج حل المشكلات في عندنا أربع نماذج تقريبا رح نذكرهم ذكر لكن بعد ذلك رح ندخل في التعريفات هاي بشكل موضح وبشكل تفصيلي نموذج الأول يقوم على ثماني نقاط أولها طبعا هاي النماذج تصدح على المستوى الشخصي وعلى المستوى المؤسساتي بمعنى أي واحد يتعرض لمشكلة يستطيع أن يستخدم هذه التطبيقات لتعرف على يعني إمكانية حل المشكلات فتبدأ بتحديد المشكلة شو المشكلة اللي صارت مع هذا الشخص أو هاي المؤسسة تمام جمع المعلومات المتعلقة بهذه المشكلة تحديد الهدف اللي هو بالعادة حسب طبيعة المشكلة اللي هو نحو تجاوز هذه المشكلة وحلها إعداد الحلول والحلول البديلة لأنه ما بينفع نتعامل مع حل واحد لكن لازم يكون أكثر من حل وأكثر من بديل ومن ثم هاي البدائل يتم مناقشتها وتحليلها حتى يعني نصل إلى اللي هو الاختيار البديل الأفضل حسب الإمكانيات والموارد والقدرات ويعني السهولة أيضا في تطبيق هذه الحلول لذلك يتم مناقشة البدائل واختيار البديل الأفضل ومن ثم الخطة العملية نحو البدء بهذا العمل وبعد ذلك حين تطبيق إجراءات الحلول يتم لهو تقييم هذه النتائج النموذج الثاني ليس بعيدا طبعا في النماذج الأربعة اللي نحن نحكي فيها أنه كلهيتها بتحكي على نفس النقاط ولكنها تختلف في فلسفتها النموذج الثاني يقوم على ست نقاط الأول كان ثمان نقاط ولكن لو وجدنا بتحليلها حللاقي أنه الثمان نقاط هي متضمنة أو عفوا الثمان نقاط في النموذج الأول هي متضمنة ضمن الثمان نقاط في النموذج الثاني وكذلك السبع نقاط في النموذج الثالث والأربع نقاط في النموذج الرغبة فنموذج الثاني تعريف المشكلة تحليل الأسباب المحتملة اللي أدت إلى وجود المشكلة تحديد الحلول الممكنة لتجاوز هذه المشكلة واختيار الحل والبديل الأفضل وبدأ بتطوير خطة العمل المتعلقة بالمشكلة الموجودة والانتهاء بتطبيق الحلول وتقييم هذه الحلول نحو إمكانية حل المشكلة هل تم إنجاز المطلوب ولا لا وإمكانية تقييم النتائج من أجل التحسين والسير نحو هذا الأمر النموذج الثالث يسمى Quality Improvement Story اللي يسمى بقصة تحسين الجودة وهنا تقريبا ما تعامل مع أنه بقول فيه مشكلة مشكلة يعني استجابة لوقع معين لكن تحسين هي عبارة عن مبادرة أني ما أمنع أو عفوا أمنع حدوث المشكلة وأتجاوز وجود هذه المشكلة فهنا بقول أنه النموذج الثالث بقول أنا عندي قصة تحسين قصة تحسين الجودة ويدخل تحتها أيضا لو تم التعرض إلى مشاكل نحو حل المشكلات لأنه حل المشكلات هي آلية من آليات الجودة وتندرج تحت اللي هو التحسين والتحسين المستمر ولكن هنا بنظام المبادرة نحو تحسين الواقع اللي موجود برغم أنه كتير كويس لكن بدنا إياه أكتر بكتير مما هو عليه نحو الأفضلية فالنقاط السبعة بتقول تحديد سبب التحسين ليش إحنا بدنا نحسن ليش إحنا بدنا نطور تمام ليش إحنا بدنا نزيد عدد الرواد على سبيل المثال من المراجعين بتبعيننا يعني رؤية معينة دراسة الوضع الحالي وهذا ما سموه institutional analysis أو تحليل الواقع تحليل الحالي دراسة الوضع الحالي ومن ثم تحليل هاي البيانات بعد ما إحنا جمعنا بيانات متعلقة بإجراءات التحسين اللي إحنا بدنا إياها بتنم تحليل هاي اللي هو البيانات وضع الإجراءات المضادة وتنفيذها بمعنى المضادة لإيش المضادة للتحسين اللي ممكن تكون هي عقبات بين قسين مشكلات تؤثر على إمكانية إنه أنا أحسن اللي أنا بديها وقياس بعد ذلك النتائج وضع معايير ومن ثم وضع الخطط المستقبلية من أجل اللي هو الاستمرار في إجراءات التحسين والتحسين المستمر النموذج الرابع هو نموذج وهذا النموذج الرابع قائم على أربع نقاط رئيسية تتفرع منها تقريباً 14 نقطة وكل لهيتها زي ما حكينا يعني تتماشى ضمن اللي هو النموذج الأول والثاني والثالث ولكن لها لكل منهجية فلسفة ونموذج لكل نموذج فلسفة معينة تختلف عن الثاني ولكنها تندرج كلها في إطار واحد تقريباً النقاط الرئيسية الأربعة تحديد مشروع العمل يعني هل أنا بدي أحسن أداء ولا أنا بدي أحل مشكلة مع تحديد الأشخاص المفوضين بهذا العمل اثنين مرحلة التشخيص ثلاثة العلاج أربعة المحافظة على ما تم إنجازه من مكاسب من أجل المستقبل ففي تحديد مشروع العمل اللي هو متعلق بتحسين الأداء أو حل المشكلة تحديد المشروع اللي إحنا بدنا إياه شو هو حل المشكلة زي ما حكينا أو تحسين أداء تحديد الفريق اللي هو مطلوب منه يقوم بالعمل تحديد المشكلة وصياغة العبارات اللي هو زي ما قلنا قبل شوي هو عبارة عن دراسة الوضع الحالي وتحليل اللي هو الإجراءات وتحديد الهدف أو الأهداف المرجوة من وراء هذا اللي هو النشاط اللي إحنا قائمين فيه مرحلة التشخيص وهي تقوم على تحليل الأعراض اللي أدت إلى يعني تسعي نحو حل المشكلة معينة أو تحسين الأداء وضع الفرضيات واختبار هذه الفرضيات ومن ثم التحليل الجذري لمسببات المشكلات في حال وجودها مرحلة العلاج تقوم على وضع بدائل تصميم هذه البدائل اختيار البديل الأفضل تمام تعرف على إمكانية أنه ممكن يكون في عندي مقاومة لا اللي هو التغيير اللي موجود وهذا المقاومة أو هاي المقاومة متعلقة طبعا بالأشخاص يعني ممكن يكون كبير بالسن أو إله سنوات عمالي بيشتر على سبيل المثال على نظام ورقي في التعامل مع اللي هو السجلات الطبية والتعامل مع الملفات الخاصة بالمرضى اليوم نقول له بنا نشتغل عن النظام اللي هو والإلكتروني ومحوسب طبعا ممكن يكون في نوع من المواجهة لهذا التغيير الجديد لأنه هو تعود على نماطية عمل إله عشر ولا عشرين سنة بيشتغل فيها اليوم فوارد يكون في نوع من اللي هو المقاومة تصميم نظام المناطرة وإجراءها اللي هو اللي قلنا عنه قبل هيك وعرفناه قلنا هو المونوتورينج أو نظام اللي هو المراقبة والمراقبة الدائمة والمتابعة وضع خطط عملية للبدء بتنفيذ الحلول والقيام بهذه الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ هذه البدائل أو البديل عفوا الأفضل اللي تم وضعه من أجل حل المشكلات أو تحسين الأداء على اعتبار أي برنامج تم انتهاجه وفي النقطة الأخيرة المحافظة على المكاسب المحققة وذلك من خلال اللي هو وضع خطة مستقبلية في كيف أني أحافظ على اللي وصلت إليه وما أتراجع بأي حال من الأحوال طيب استعرضنا أربع طرق من طرق حل المشكلات أو منهجيات حل المشكلات أو نماذج حل المشكلات وقلنا راح نحكي بالتفصيل عن إحدى هذه النماذج وحن نحكي فيه على النموذج الرابع اللي قلنا هو مكون من أربع نقطة رئيسية ومتفرع إلى أربع طاشر لقطة فرعية فهذا النموذج بدأ بتحديد قلنا مشروع البدنية المشروع هل هو تحسين أداء أو حل المشكلات وهنا يعني يعتبر خطوة أساسية وهدف رئيسي نحو تحديد هو المراد من هذه الإجراءات اللي احنا بدنا نقوم فيها ونغلب حالنا ونغلب الفريق تبعنا والإدارة والعاملين ونتكلف بشكل كبير في هذا الأمر لذلك يعني مطلوب اللي هو تحديد نوع المشكلة اللي موجودة أو تحسين برنامج تحديد برنامج تحسين الأداء اللي احنا بدنا نقوم فيه وهذا طبعا بناء على أنه في عندي رؤية للإدارة نحوه اللي هي التحسين وتطبيق برامج الجودة والتحسين والتحسين المستمر ربما تكون على سبيل المثال يعني في عندي عدد حالات بزيد من حالات اللي هو عدوى المستشفيات أو في عندي استهلاك كبير للمضادات الحيوية أو في عندي على سبيل المثال عدد مراجعين كثر لكونوا في اليوم الواحد بيجوا عندي مثلا من الساعة 8 للساعة 11 بتبقى العيادة ملانة وبعد هيك في عندي من 11 للتنتين العيادة فاضية فهذه جزء يعني شغلة يعني بتدخل ما بين مشكلة وما بين اللي هو تحسين الأداء فهذه رؤية كبداية المرحلة الثانية اللي قلنا فيها تحديد فريق العمل وإن شاء الله في اللقاء يعني عفوا في اللقاء يمكن البعد القادم نحكي فيه أو القادم يعني نحكي فيه على اللي هو فريق العمل سيكون فيه فصل خاص اللي هو تحديد فريق الجودة ولكن بشكل عام اللي هم اختيار الأشخاص اللي عندهم القدرات وعندهم الإمكانيات والمؤهلات واللي بنرتضي معرفهم بنرتضي خبراتهم بنرتضي انتمائهم للمؤسسة وبالعادة مرحلة يعني أو تحديد فريق العمل بيدخل بأربع مراحل بتبدأ بالبرفورمينج الفورمينج عمفوا لمرحلة التشكيل اختيار لهم الأشخاص اللي احنا بدنا إياهم باختلاف التخصصات والإمكانيات اللي عندهم بعدين بصير مرحلة ستورمينج وهي بتكون عادة في أول جلسة لأنه كل واحد عندهم جاي من قسم مختلف على سبيل المثال أو عنده رؤية مختلفة أو عنده رأي فربما يكون في تباين في هذه اللي هي الرؤى بسموها ستورمينج يعني مرحلة عصف بعد هيك كان بتيجي مرحلة النورمينج أو التكيف إنجاز التعبير إنه بصير إنه فيه نوع من القبول لبعض ولرؤى بعض ونتبنى أفكار بعض طبعا بناء على اللي هي الحجة والبيان لكل شخص ولكن بعد هيك بتبدأ المرحلة الرابعة هي مرحلة البرفورمينج أو ما يسمى بمرحلة الإنجاز راح نحكي عنها إن شاء الله بالتفاصيل لاحقا المرحلة الثالثة تحديد المشكلة وصياغة عبارتها حتى يتم تحديد المشكلة يجب وأن تصاغ ضمن ما يسمى بيان المشكلة أو صياغة المشكلة لاجب بداية أن تضع مواصفات لهذه المشكلة ومواصفات المشكلة أول حاجة إنه الجميع متأثر من سلبيتها أن الجميع يشعر بهذا الهم وهذه المشكلة وهذا الأثر السلبي شغلة الثانية إنه يكون لدى العاملين اللي بالمؤسسة تماما على الاختلاف مستوياتهم اللي لهم علاقة بهاي المشكلة اللي عندهم الرغبة في حل هذه المشكلة يعني على سبيل المثال أنا بحكي على عدد من المراجعين بيجوني في أول ساعتين أو ثلاث ساعات من الدوام جاي الستات اللي بتجيب أبناها وبتيجي الطاعم على سبيل المثال ساعة ثمانية بتلاقيهم موجودين للعشر ونص وحدة عش في الشوالة واحد ويكون في في هاي ستلات ساعات ضغط كبير جدا على فريق التطعيم من التمريض اللي بيقدم هم عندهم رغبة في حل هذا الأمر وها من خلال على سبيل المثال إيجاد برنامج اللي هو نظام المواعيد برنامج أو تطبيق معين بحدد لكل واحد ييجي في الوقت المناسب يتبعه بيأخذ الخدمة تبعته فبدي يكون الرغبة لدى الجميع بالحل أن تكون المشاكل ضمن صلاحيات التغيير يعني في عندي أنا إمكانية في عندي إمكانية لحل هاي المشكلة ما بحكيش على شغلات يعني تكون بعيدة المنال إنجاز التعبير أو استحالة التحقيق ابتبعاتها أو مش ضمن صلاحياتنا أربع أن تكون فوائد الحل تزداد عن التكلفة والجهد يعني إذا كانت المسألة اللي أنا عمال بدي يعني يطلع من وراها نتيجة والله هو إهدار للوقت وإهدار للمال ولكن لن أغير شيء أو هالتغيير مش ملموس مش هيحقق عائد للمؤسسة ولا للمنتفع ولا لمقدم الخدمة ما بيلزمناش أن يكون الاحتمال الوحيد لحل المشكلات هو النجاح إنه المشكلة هذه اللي أنا بدي أطرحها إنه الحل أو عفوا الحل بالفعل هو يعني أعلى الإحتمالات الموجودة مجال الفشل أو الإخفاق ما يكون حاضر ضمن وضع هذه المشكلة أن تكون أو يكون الحصول على البيانات والمعلومات بعد هيك المتعلقة في المشكلة سهل المنال وسهل الحصول عليه آخر نقطة أن يكون بالإمكان تحديد المشكلات الأساسية للمشكلة بين جسين المسببات والمؤدية إلى هذه المشكلة المسببات العامة وكذلك المسببات الجدرية بناء على هذه المواصفات السبع مواصفات أو ثمانية سبع مواصفات للمشكلة ممكن إحنا نخوض في التعرف على هذه المشكلة وطرحها وبعد هيك نبلور ما يسمى بالبروبلم استيتمت أو ما يسمى فبناء على ما تم وصفه في المشكلة يتم صياغة المشكلة أو ما يسمى بيان المشكلة أو ما يسمى بالبروبلم استيتمت وحتمر معاكم يعني أو مرت معاكم في مادة البحث العلمي وحتمر معاكم لما تشتغلوا بحث التخرج اللي هو صياغة المشكلة أو بيان المشكلة وصياغة المشكلة لها مواصفات أول حاجة أن تكون موضوعية وتصف أنه هاي المشكلة شو علاقتها بالأداء يجب أن يتم توضيح هذا الأمر يعني احنا بنحكي على المثال اللي كنا بنحكي فيه قبل شوي اللي هو عدد المراجعين الكثر في ساعة معينة أو ساعتين أو ثلاث ساعات من اليوم وباقي اللي أي أو باقي الساعات العمل إنه ما فيش عندي مراجعين وفيش حالات إيش علاقتها هاي المشكلة الضغط اللي موجود من الحالات علاقتها إنه ممكن تأدي على جودة الخدمة ممكن تؤدي إلى وجود الخطأ الطبي بشكل أكبر حتأدي إلى إجهاد وإصراف المقدرات اللي موجودة حتأدي إنه المريض أو المراجع ما راح يأخذ خدمته بشكل واضح هاي يجب أن تكون يعني يتم وصفها بموضوعية لا تتود لا تتضمن اللوم لأحد وهذه من الشغلات اللي هي مهمة ما بدنا اللوم فيها لا موظف في الإدارة الدنيا ولا في الإدارة الوسطى ولا الإدارة العليا أنا بأعمل وصف موضوعي عام للمشكلة ومؤثراتها وعلاقتها بأداء المؤسسة تضع المشكلة في تعابير مرئية محددة واضحة قابلة القياس بمعنى ممكن تم وضعها عسبي المثال قبل شوي في صفحة 91 زي ما قلنا قلنا بنستعرض اللي هو المخطط اللي وضعه جوران في التذبذب اللي هو مستوى الأداء لحد ما مر واحدة انحدر بعدين لما تصار تدخل نحو إجراءات التصحيحية ومعالجة المشكلة بدأ يتحسن الأداء ويرتفع كان واضح في المنحنة هذا المقصود في التعبير المرئي إنه بدي يكون فيه إشي واضح ومحدد تمام تضع المشكلة في حجم وبنية يمكن تدبرها يعني وصفها وتوضيحها بأرقام وبدلائل وبنسب مقوية تمام وإمكانية إنه غيرنا نجح في حلول وضع شغلات زي هذه إنه غيرنا نجح في تدبر هاي المشكلة وتعامل معها وتجاوز هاي اللي هو المشكلة أن يكون مجال نهاية المشكلة محدد يعني مش شغلة open ended مفتوحة وما فيش إلها انتهاء يجب أن تتهي يعني يكون واضح أولها إلى آخرها وفي وضع الحلول واضح إمكانية اللي هو وضع الحل اللي ممكن بالفعل يعالج للمشكلة بشكل جذري وينهيني من يعني وجودها وتأثيرها السلبي أن يكون هناك فهم واضح ومشترك لدى كل المشاركين في وضع هذه أو هذا التصور عن المشكلة كذلك وهذا ينبثق عنه إجماع لدى العاملين اللي يقوموا في تطبيق حل هذه المشكلة في تطبيق واضح ويعني قبول وفهم مشترك أن تصاغ بشكل قصير وواضح ومفهوم تمام وهذه تعتبر اللي هي في يعني الأساسيات وصف المشكلة وصياغة المشكلة حسب طبعا المواصفات الأساسية اللي كنا بنطرح فيها المرحلة الرابعة هي مرحلة تحديد الأهداف وهذه المرحلة يعني من المهم اللي هو يعني تحديد إيش اللي إحنا بدنا بشكل واقعي يجب أن يكون يعني إذا بتذكره يعني خواص الهدف يكون سمارت يعني محدد قابل للقياس قابل للتحقق رياليستيك واقعي اللي هو ضمن برنامج زمني محدد يجب أن يكون واضح يجب أن يكون مكتوب يجب أن يكون ضمن تحديد أولويات ويجب أن يكون ضمن تحديد الأشخاص الذين سيقومون ب اللي هو تحديد تنفيذ هذا الهدف يعني ع سبيل المثال إعادة مستوى الأداء إلى المستوى المطلوب ع سبيل المثال الإقلال من احتمال تكرار المشكلة ع سبيل المثال اللي هو تحسين جودة الخدمة وكفاءتها للمنتفعين للزبائن بتبعين اللي أجونا على التطعيمات أنه أنا بدي أحدد عدد من الحالات اللي أنا أقدر الطبيب لما ينعرضوا على الطبيب يقدر يحقق للمريض خدمته بشكل واقعي يعني أنا بدي أحط هدف أنه أكتر أقل من ربع ساعة إمكانية المريض يعرض على الطبيب بتكونش أقل من 15 دقيقة شغلات تكون واقعية تكون محددة تكون قابلة للتحقق ضمن برنامج زمني زي ما حكينا ومحددة تحديد الأشخاص اللي بنيقوموا فيها وتحديد اللي هو الأولوية حسن طبعا طبيعة المشكلة اللي موجودة عندنا المرحلة الخامسة مرحلة تحليل الأعراض وهاي المرحلة يعني بنرجع فيها إلى الـ 6W الـ 6W اللي هي يعني تأتي طبعا تحليل الأعراض ضمن العنوان الكبير اللي هو تشخيص المشكلة يعني وين وير وين وقت وين وين وهو الأشخاص اللي تضرروا من المشكلة أو تسببوا في المشكلة هل المشكلة عندنا وين في الزمان بتزيد في الصيف بتزيد في الشتاب في فترة صباحية بنلاقي المشكلة بتبعتنا ولا في المسائية ولا في الليلية تمام زيادة مثلا على سبيل مثال انتشار اللي هو حالات الحم الشوكية هل علاقة بزيادة موسمية يعني بتزيد وين فأنا بأدرس قاعد اللي هو العامل الزمني وهو من هو المتسبب بهذه المشكلة بل هو من هو المتضرر من هذه المشكلة بنحكي على اللي هو وباء أو بنحكي على اللي هو زيادة اللي هو زيادة غير متوقعة على سبيل المثال قبل كم سنة في اللي هو النكاف وين هذا المكان من اللي تضرر عفوا من هاي الفئة كبار بالسن صغار كانوا الذكور كانوا الإناث تمام ممكن يكون عاملين مسعى سبيل المثال في مكان معين فهنا يعني هاي الأسئلة تعمل تعطيني رؤية على تحليل الأعراض اللي موجودة على عفوا عرض واستكشاف هذه اللي هي المشكلة ضمن الثلاثة الأساسيات البيرسون اللي هو تعرف على الأشخاص من خلال هو سؤال هو أو البليس اللي هو تعرف على بكان المشكلة من خلال اللي هو سؤال وير وين اللي هو العامل الزمني متى من خلال التعرف على اللي هو العامل الزمني الطائب بدي شغلات أكتر تحليلية بروح على التانيين اللي هو وقت ماذا بدي اروح فيها على يعني حجم المشكلة اثار المشكلة على سبيل المثال مدى انتشار هذه المشكلة الامبكت اللي هو التأثير بتبحها او الانطباع لدى الافكت والامبكت اللي هو التأثير والانطباع لدى الناس عن هذه المشكلة تمام او لدى العاملين عن هذا الخلل اللي موجود وبدن نروح على ليش صارت هاي المشكلة اللي هو يعني سؤال كبير تحليلي كبير فيما يتعلق بهذه المشكلة وصولا الى تحليل الاعراض واخر واحدة اللي هم هاو كيف صارت هاي المشكلة هاي تعتبر الاسئلة بتعطيني رؤية واضحة تحليلية عن طبيعة المشكلة اللي موجودة المرحلة السادسة هي وضع الفرضيات واسباب هاي الفرضيات واختبارها وهادي تتم من خلال تعريف السبب بعد ما تم تحديده والاسباب الاخرى الاكتر احتمال لانه هنا من خلال ما يسمى بي اللي هو استخدام البريرستورمينج او العصف الذهني مش هحكي عنها الحين هنحكي عنها في اللقاء القادم واحنا بنحكي على ادوات الجودة بعد هيك الذهاب الى التعرف على المشاكل الاساسية او المسببات عفوا الاساسية للمشكلة والمسببات ايضا الفرعية وهذا ممكن نصل الى من خلال ما يسمى بي المخطط السبب والاثر اللي هو الفيشبون اناليسيز او تحليل عظم السمكة بنحكي عنه ان شاء الله في اللقاء القادم في المرحلة السابعة نتحدث فيها عن تحديد الاسباب الجذرية المرحلة السابعة مرحلة تحديد الاسباب الجذرية وهي يعني تندرج تحت اللي هو المرحلة السادسة والتي يعني من خلالها باستخدام سلسلة او مخطط سلسلة الاجراءات اللي راح نحكي عنه كمان في اللقاء القادم او مخطط اللي هو التحليل السبب والاثر حتى نصل الى يعني ببوابة المشكلات اللي موجودة الرئيسية ندخل من خلالها لنصل الى المشكلات الجذرية التي ادت الى اللي هو هاي المشكلات المعروفة او صارت ظاهرة لدى الجميع راح نحكي عن انهاي بالتفصيل ان شاء الله في اللقاء القادم المرحلة الثامنة هي مرحلة تصميم الحلول ووضع البدائل وهنا نحتاج فيها طبعا الى العقول المستنيرة التي تفكر زي ما بيقوله خارج الصندوق في وضع اللي هو مجموعة من الحلول واي حل يتم طرحه يجب ان يتم تدوينه عشان بعد هيك يدخل على مقياس اسمه مقياس الفائدة المحتملة والمعقولية يعني قديش هذا المعياء او هذا البديل الحل اللي موجود ممكن يساعدنا في حل المشكلة لو احنا طبقناه طب ماشي لو هو ناجح معي وفي امكاني انه انا يعني يأتيني بنتيجة لحل المشكلة هذا معقول بمعنى انا ممكن انا اقدر انفذ هل الامكانيات موجودة عندي بمعنى اللي هو ما هي فرص تنفيذ هذا اللي هو القرار وزي ما قلنا هنا يعني فيها خروج عن اللي هو الروتين وعن المألوف نحو التفكير اللي هو المعمق بوضع الحلول ويجب كتابة هذه الحلول وعد عدم تجاهل اي حل من حلول الاشخاص اللي تم طرحه مع اللي هو التوضيح والاستنارة عن كل يعني حل من الحلول المقترحة وهنا بقول انه يعني ممكن يكون في عندي تفكير تحليلي وتفكير ابداعي كويس ولكن يجب ان يتوج بتفكير بسمه التفكير الحصيف او التفكير المحاكمي والمقصود شي انه هنا وضع خيارات يعني تم تقييمها بعناية كبيرة جدا بعد اجراء محاكاة ومحاكمة بمعنى انه هذا لو تصورنا محاكاة ذهنية لتطبيق هذا الامر قديش ممكن يرجع عندي بنتيجة بمعنى انه انا بدي اعمل تصور خيالي بانه هذا اللي هو رسم يعني سيناريو معين تمام من انتاج فكري انه انا لو انا طبقت هذا اللي هو الحل ايش ممكن تكون النتيجة ابتبعت حقق الهدف ولا لا بالاضافة الى الحكم العقلي من الشخص نفسه المقترح لهذا الحل واحكام الاخرين اللي هم الاشخاص اللي موجودين اللي عمال بيوضعوا ايضا الحلول المرحلة التاسعة مرحلة اعتماد الحل او الحلول المناسبة بهاي المرحلة مطلوب اللي هو اختيار افضل الحلول طبعا هذه المرحلة التاسعة تعتمد على اللي هي المرحلة الثامنة في تصميم الحلول وتنوعها وتعدد بدائلها وهذه المرحلة يقوم فيها بالاختيار البديل الافضل باجماع طبعا اللي هم اعضاء فريق الجودة اللي موجودين اللي ممكن يكون طبعا هذا الحل يعني فائدة محتملة انه بالفعل ينجح في حل المشكلة الموجودة وكذلك هو معقول في امكانيات من الناحية المادية من ناحية الموارد والامكانيات والقدرات اللي موجودة عنا المرحلة العاشرة هي مرحلة اللي هو التعرف على مقاومة التغيير وقلنا هو يعني وارد انه يكون فيه تغيير زي زي ما حكيت قبل شوي انه شخص عمال يبيه موظف عندي يقيله عشر ولا خمستاش ولا عشرين سنة وبيشطل فيه اللي هو ادارة السجلات الطبية والارشفة والحفظ اللي هو التقليدي بين قسين الورقي لكن اليوم صرنا بنحكي على نظام الكتروني وارشفة الكترونية بالتأكيد انه ممكن يكون فيه نوع من اللي هو المقاومة لانه اشي جديد وترند وتوجه مختلف عما كان عليه سابقا سيكلفه الكثير من الجهد والعنام وطبعا بناء قدرات ومعارف ومهارات العلاقة بقيادة الحسوب والتعامل مع الارشفة الالكترونية التعرف على كيفية اللي هي مقاومة التغيير المحتمل من الموظفين التأكد من ان التغييرات المحددة تستحق الجهد ومحتملية يعني التغيير اللي موجود يحدث النجاح لدى اللي هو المؤسسة والارتقاء بها عليه يعني يجب اللي هو اقناع الموظفين هؤلاء باهمية التغيير كمان استخدام الاسلوب العلمي في اللي هو التخطيط للتغيير يعني من خلال يعني وضع الاهداف واشراك العاملين فيها في وضع هذه الرؤى الموجودة استشارة الناس اللي لها علاقة بالعمل بشكل مباشر يعني شخص على سبيل المثال احنا بده يتحول من ارشفه وحفظ ملفات ورقي وتقليدي الى الالكتروني يجب اشراكه ضمن الفريق اللي هو اللي بده يعد هذا الامر ليه قديش انا ممكن اقنعه وهو يقتنع ويساهم في هذا الامر لانه سيجد له بصمات مباشرة نحو هذا التغيير والتغيير الافضل كمان يعني جمع البيانات وتحليلها والفيدباك يعني ناخد من الناس تغذية راجعة عشان نقوم باجراءات تصحيحية في حال وجود الخلال او اجراءات تطويرية في حال انه احنا نجحنا نحو اللي هو التحسين والتحسين الافضل مع امكانية توفير المرونة العالية لانه بنحكي على تريند جديد وتوجه جديد ربما يعني يواجه ويجابه ويكون هناك الاخفاقات في كثيرا مهم جدا اكتساب التزام المتأثرين بالتغيير من خلال المشاركة يعني هذول بدون يكونوا ضمن الفريق المشارك في عملية اللي هو احداث التغيير لانه قلنا في النهاية هتصير هاي بصمته اللي موجوده هيحمل الهم بشكل مباشر ومش هيكون هو قوة داعمة باتجاه التغيير عفوا مقاومة التغيير بل سيكون هو وفريقه من ضمن الناس اللي داعمين باتجاه التغيير وسيقودوا هذه الدفة نحو تحقيق الافضل يعتبر التغيير يعني اذا كان يعني لابد من وجوده لا يتوجب على الناس انه يفهم انه هناك حاجة للتغيير فقط ولكن يجب ان يروا انه الفائدة المحتملة اكثر بكثير من النظام اللي احنا ماشيين عليه عشان هيك زي ما قلنا يجب اشراركم من اجل حمل هذا الهم مهم جدا موضوع اللي هو التعليم والتدريب على اللي هو في التوجه الجديد نحو التغيير وذلك من اجل قبول هذا الامر لانه اي تحدي ربما يواجههم من الامور التي ستؤدي الى احداث اللي هو المعارضة نحو التغيير وعدم يعني احداث القبول نحو التوجه الجديد قلنه تغيير استخدام يعني عامل الزمن امر مهم جدا كديش فيه ممكن احنا بدنا نغير ولكن يجب ان نعطي مساحة وبحبوحة من الزمن ضمن طبعا برنامج زمني معين او جدول زمني او سقف زمني معين انه هذا التغيير سيحدث خلال فترة معينة بدها نوع من الصبر نوع من اللي هو استخدام المهارات الانسانية لدى المسؤولين والمشرفين والمتابعين نحو هذا التغيير اللي قائم على طبعا اللي هو يعني مراعاة مشاعر الناس وامكانياتهم وقدراتهم والدعم النفسي لهم كذلك يجب تحليل القوى الداعمة باتجاه التغيير والقوى الرافضة للتغيير لانه ربما تكون هناك قوى يعني تدعم من اجل اللي هو احداث الفشل في المؤسسة دون العلاقة فيما يتعلق باحداث يعني في امر التغيير اولا كيف تحصل على تأييد الاخرين هناك عدة نقاط يعني مهم جدا نعرفها بحكم انه انتوا ان شاء الله خرجين وحتكونوا اداريين ومسؤولين في المؤسسات كيف تحصل على انه انت يعني تستطيع ان تكسب ود الاخرين وتحدث لديهم التغيير وتستطيع ان يؤيدوك فيما يعني ترمي الي اولا الاستعداد لمواجهة الامور والمتغيرات بدل الهروب منها وكيل الاتهامات على الاخرين يعني واجه الصحافة بشكل واضح ويجب ان يكون لديك المعرفة الواعية معرفة حجم المقاومة للتغيير واسبابها ممكن يكون اسباب يعني بالفعل مقنعة وعلمية وربما تكون اسباب واهية ولا ذلك يجب التعرف على اسباب هذه التغيير وتعرف على اسبابها ومقوماتها ومن اللي ادى الى هذه يعني ادى الى وجود هذه التغيير عفوا للمقاومة للتغيير او رفض اللي هو التأييد اشراك الافراد في التخطيط وتحديد الاهداف وهذا مهم جدا لانه هيصيرهم اصحاب الرؤية والفكرة فسيصبح مدافعون عنها بشكل كبير اصال المعلومات الكافية والاجابة عن التساؤلات المتعلقة باحداث التغيير هذا سيؤدي الى نوع من اللي هو التأييد والقبول لدى الاشخاص وضع البدائل المناسبة تمام وهذا مهم جدا لانه ربما يعني بديل واحد نلزم فيه ربما نخفق او تكون هناك بعض المشكلات بسبب هذا اللي هو البديل فتؤدي الى الحالة من الانهيار لذلك يجب ان يكون مجموعة من البدائل وهي البدائل تكون ملائم ومناسبة للحدث اللي موجود والتغيير اللي موجود هذا سيؤدي الى النجاح التدرج بدل الفجائية يعني يعني التطبيق ضمن ما يسمى في الدين الاسلامي فقه التدرج وفقه التدرج انه انا بدي امشي في شغلة جزئيا ومن ثم تعميمها بشكل اكبر يعني انا عندي رؤية على سبيل المثال اني اطبق برنامج تحسين جودة في اللي هو المستشفى انا مبداش في المستشفى ككل لانه ربما اخفق واواجه ب اللي هو واجابه بالتغيير ضد التغيير ومش هننجح في موضوع اللي هو كسب التأييد لذلك بناخد قسم والقسم هذا بيكون نموذجي ونجحة التجربة بتبعتنا بنعممها كان في عندي اخفاقات بيكون عندي الخلل في جزء محدد بدل ما يكون في المستشفى مش هيأثر على عدد العاملين ككل هيأثر على عد جزء معين ونحن نقول هذه عبارة عن بايلو يعني عبارة عن اللي هي نوع من اللي هو التجربة لذلك فالتدارج امر مهم جدا بدل من الفجائية اختيار الوقت الملائم اختيار الوقت الملائم التدريب من الامور المهم جدا لانه سيكسبهم معارف ومهارات ستؤهلهم الى تطبيق اللي هو اي شيء نرمي اليه نحو التغيير توفير الحوافز المادية والمعنوية وهي تعتبر من الشغلات اللي ترضي نفس الموظف وترضي امكانيات ويعني جيب الموظف انجاز فيها التعبير وترضي الجانب المعنوي لدى الموظف لذلك يجب يعني ان يتم تطبيق اللي هو توفير حوافز مادية ومعنوية الانتباه الى نواحي التذمر والشكاوي واسباب هاي اللي هي المشاكل وعدم تجاهلها والعمل على حلها سريعا جدا بدلا من تراكمها وتزايدها بشكل كبير المرحلة الحادية عشر مرحلة تصميم نظام المناطرة واجرائها والتي تهدف زي ما حكينا قبليك وعرفناها الى متابعة الاجراءات ومتابعة تنفيذ هذه اجراءات العمل وهذا بيقوم من خلال طبعا تحديد المعلومات اللي احنا بيحتاج انه نجمعها وكيفية تحليل هذه البيانات واستخدامها واستخدام نتائجها من اجل طبعا مقارنة اللي هو الاداء الحالي مع ما هو مأمول ومطلوب العمل وفق ما هو تم تحديده سابقا المرحلة الثانية عشر مرحلة الخطة العملية لتنفيذ الحلول باستخدام البديل الافضل وهي تعتبر أفضل أو أسهل خطوة إذا كانت الخطوات الحادية عشر السابقة وعدت بشكل دقيق وتسلسلت بشكل صحيح فتعتبر الأقل صعوبة والأقل تحديا وربما تكون هي الأصعب والأكثر تحديا إذا كان هناك خلل في الخطوات اللي هي الحادية عشر ولم يتم معالجتها حتى وصلنا إلى مرحلة اللي هو التنفيذ اللي هي اللي ربما تكون طبعا ناجحة زي ما قلنا إذا تم الإعداد السابق في الخطوات الحادية عشر بشكل دقيق وصحيح ومعالج ومحسوم بدقة أو ربما تكون تؤدي إلى الإخفاق وإنهيار كل هالإجراءات اللي إحنا قمنا فيها إذا كانت في عندي أنا لبس أو عدم وضوح أو كان في عندي يعني إجراءات غير صحيحة فيما يتعلق بآليات تنفيذ العمل فهي المرحلة مرحلة التنفيذ هي قائمة على اللي هو بعد اختيار البديل الأفضل تنفيذه ووفق ماهو ما تم وضعه بعناية في المراحل السابق المرحلة الأخيرة هي مرحلة الإفاليويشن اللي هي تقييم العمل وهي عبارة عن قياس أو تقدير لنتائج البرنامج أو النشاط اللي إحنا قمنا فيه أو هي عملية التي تضع قيمة قيمة لتأثيرات النشاط معين مقارنة بالأهداف كدليل مستقبل العمل بقوله هي مواد خام للتقييم أو لتقويم المعلومات التي تشمل المحاكمة العقلية للمستخدمة لبديل معين بشكل عام التقييم هو عبارة عن قياس لما تم إنجازه وهل تم تحقيق الهدف المقصود أم لا في حال القولمت بمعنى أنه تم تحقيق الهدف وشك ما هو مرسوم له ومخطط له بكون إحنا حققنا اللي هو اللي إحنا بدنا وإذا ما تم تحقيق اللي هو الهدف وفق ما هو مخطط له وتجاوز المشكلة اللي إحنا كنا بنعالج فيها بنعمل حاجة اسمها ري سايكلنج اللي هي إعادة تدوية بمعنى بنرجع نشتغل اللي هي من الخطوة الأولى للتعرف على الإخفاقات اللي ربما كانت سبب في وجود اللي هو أنه ما نفذنا بشكل دقيق وصحيح وكانت نتائجنا بالقياس أنه ما حققنا الهدف هاي هي المراحل اللي 12 اللي هي في المرحلة الأخيرة ضمن اللي هي النموذج الرابع من نماذج حل المشكلات طبعا آخر نقطة كانت هنا عبارة عن اللي هو التحسين والتحسين المستمر طبعا بعد عملية التقييم وإحداث اللي هو التغيير اللي إحنا بدنا إياه ونجحنا فيه بنحتاج بعد هيك إلى عملية اللي هي المتابعة من أجل المحافظة على النجاح اللي حققنا ووصولا إلى اللي هو تحقيق أفضل ضمن إجراءات تطويرية وهذا بيعتمد على اللي هو التقييم والفيدباك أو التغذية الراجعة نحو يعني الاستمرار في التحسين والتحسين المستمر رح نحكي في الفصل السابع على أدوات الجودة اللي حكينا بعض مصطلحات منها سلسلة الإجراءات وحكينا مصطلح اللي هو العصف الذهني وحكينا مصطلح الفيشبون أناليسيز اللي هو تحليل عظمة السمكة أو ما يسمى بمخطط اللي هو أثر والسبب راح نتحدث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله يعني يعطيكم العافية وإن شاء الله ربنا يوفقكم ويسر أموركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة